يمكن الأسبوع ده كمان حرص الحدود عاد للدور الممتاز على حساب سبورتينج السكندري بعد ما فاز على الاتنين واحد ورجع الحرص للدور الممتاز بعد غياب قصير والنادي الأهلي حرص على توجيه برقية تهنئة إلى نادي الحرص بمناسبة العودة للأضواء متمنيا له المزيد من التوفيق إن شاء الله ده أنا بس عايز أعلق في الحتة دي على أداء مفاجئ جدا فجاءنا جميعا نادي سبورتينج بهذا الأداء الراقي وكانت له حتى الدقيقة تسعين فرصة كانت كفيلة يكون هو في الدور الممتاز فرصة في العرضة ردت جون ردت جون بخطأ يعني يجيب رجع المدافع الحرص مرمى رجعها قصيرا اتخطأ في تجون على عكس سير مبارة تمام فأداء سبورتينج أدهشني جدا جدا يعني بتزجرني تجربة أنديت الأنديت اللي اجتماعي زي سبورتينج بحقبة أو حقبة 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 كنادي الجزيرة في الستينات عنده فريق 21 سنة استطاعا يفوز على الآله وزمالك وأن يحصل على بطولة الجمهورية وكان فيه مجموعة من اللاعبين بعضهم أنور سلامة بقى أنور سلامة راحل الآله وجمال عقد راحل مقولين ولأ كان فيه شلق وسلمال حكيم راحل الآله بس فيه مجموعة كبيرة جدا كانت ممكن تكمل جاه التوقف الكروي بعد 67 قضى على هذا الجيل ماكملش منه غير الاتنين دول تقريبا فتجربة سبورتنج ذكرتني تماما بتجربة نادي الجزيرة لكن أرجع أقول هل كان نادي سبورتنج حيتحمل مسئولية البقاء في الدور الممتاز وهو النادي مشاكل الكورة مشاكل الكورة ولأ وطبيعة العدو في الأندية الاجتماعية أستاذ براين ما تكلمنيش أكتر من أنه توفر للأول الخدمة عايز تعمل نشاط رياضي طبعا حابها موسوط بس مش على حساب أولويات أن الأندية الاجتماعية زي الجزيرة وسبورتنج قطعا المستوى الخدم اللي بيقدموه لشريحة اجتماعية مختلفة طبعا ولذلك تجد التركيز على ألعاب زي الباسكتبول زي الهندبول زي الفوليبول تجد فيه تفوق للألعاب دي في الأندية الاجتماعية يعني تعديدا هاردلاك طبعا نادي سبورتنج وأتمنى أتمنى الترسانة والمنصورة شوفوا له محل والسويس والسويس ده السويس ده كان بوعب على الأندية وكل الثلاثة أندية دول مين يقول أن كان فيه نادي مهما كان حجمه مش شايل هم أي نادي بالثلاثة دولة تلعب في السويس أو تلعب في المنصورة صعب والثلاثة أندية من الأندية يعني الثقيلة منهم ناديين مصنفين أندية شعبية في محافظاتهم لكن تجربة مصيرة جدا بتاعة دور المحترفين اللي كنا مرشحين ونتجرب فوق في الممتاز السنة اللي فاتت ولم يستجيب أحد طيب بس